ما أنا أقل اسم موسى لأنه نسة لخبطت جداً كان في رمضان اللي فات فيه مسلسل موسى لمحمد رمضان بقال لك يا جماعة من كل الأسماء مزنأش مسلسل باسم موسى وفيلم باسم موسى ما قالوا كده رمضان برضا ما هو أول فكرة أننا ابتدينا تصوير من سنة 2019 والروبوت اسم موسى يعني أنا بدي التصوير موسى اللي هو موسى الحقيقي قبل اختيار واحد قبل اختار واحد قبل اختار واحد بالذبت هو اسم موسى يا جادي اسم موسى ونوز غير أيا كان يعني لا قصة كمان قصة الاسم ملوش دلالات يعني درامية لا فلقم مسلسل ولا في الفيلم آه صورت أنا في الوقت فيلم في 2019 صورت فيلم اسم موسى فنزل مسلسل تاني والرقابة موسى وكل حاجة موسى يعني هم مغيروا بكاتهم ملحمة موسى عشان يبقى برضو الاسم ما يتعمل بس هوا مصنف مختلف ده مسلسل أنا دوقتي عملت فيلم اسم موسى فهنزل مسلسل اسمه موسى وهنعمل مسرحية بسه أغنية ده عيوت نحن فيه أغنيتين في الفيلم فيه أغنية عملها ناسم محجوب وفيه أغنية إن شاء الله هتنزل قريب غناء مروان موسى الاسم موجود في مصر متجاول يعني أنا كمان هو في الدراما حالك شفت الفيلم في الدراما كمان إنه هو كان أبو يحيا كان هيخلف ولد ويتوفى في بطن الأم فكان هيسميه موسى فهو حكى القصة دي ليحيا فهو يحيا اعتبر أن موسى هو أخوك كبير اللي لو كان عايش كان يبقى موجود فسمى موسى عشان كده يعني هو موسى الرابط احكي لنا كده عن التفكير فيه كجهاز وإذا كان أبطالك قالوا لك تساؤلات عنه يعني أنا أنت فابتديته من أول ما كان رسمة عادية سكيتش من الفنانة رخب لحد ما بقى مجسم حيلي كنت عايز إيه مواصفات إحنا الأول كنا بنتكلم على إحنا الأول بنساكنا لشكل الحاجة اللي هيبقى كاركتوريستيك الحاجة المميزة في الروبوت هيبقى راسه فقالنا نتكلم على فكرة أننا عاوزين حاجة مصرية يعني عاوزين نعمل الفكرة دوت بس بطريقة مصرية عربية فبتدينا نجيب الجماجن بتاعت الدفرانة اللي تبقى دايما كانت في المتاحف تبقى طويلة أو حاجات زي كده وبتدينا نرسم الرأس يعني حتى ده ده موضح جدا إن شكل الرأس كان بيقضي يتطور لغاية ما وصلنا لتقريبا الشكل النهائي اللي إحنا عملناه وبعد كده إحنا دهوقتي واحد زيحية مش عامل روبوت يبيعه في أماكن هو عامل روبوت عشان يغدمه في حاجة معنا مش جوني ستارك وآيرنمان يعني هو مش هل يلقاه هو عامل روبوت عشان ينتقم فهو حط فيه الحاجات اللي محتاجها عشان يعمل عملات الانتقام دي زي ما قال في الفيلم هو مش بينتقم كمان لبوه فقط هو بينتقم لكل ما هي ومسل الشر في المجتمع يعني مثلا إحنا اشتغلنا على مثلا العين إنه هو الكاميرات بتاعة المراقبة يبتد يركب كاميرات مراقبة في مكان العين فيقدر يشوف عن طريق المقدارة اللي كان بالبس إن مثلا إن فيه سماعة مكان البق عشان لو عاوز يوصر رسالة لحد بصوته بس بيبقى بصوت موسى اشتغلنا على السنسور اللي وراء اللي موجود اللي هو ممكن يبقى بيحدد الانفعالات بتاعة هي فايزيكة اللي بتمثل الحاجة الكهربائية لكن هي بتمثل انفعالات يحيى في الفيلم فالحدة وصلتوا للشكل النهائي ده هو بالزبط يعني لأ وبعد كمان حتى لما ابتدينا نحوله لجرافيكس عند في تأمير مرتضة سيستان مرتضة ابتدى كان متحمس جدا للمشروع وابتدى يقف معنا الشركة كلها كانت وقفة مع المشروع وابتدى نبتدين مودلينج وابتدين الشخصية تتكون قدامنا على الشاشة ابتدين نغاير حاجات يعني نبتدين نفكر طيب هو دلوقتي عشان الجسم يتشال بالمنطقة دي بالباساتي كنا جايبين مهندسين ميكترونيكس ومهندسين ميكانيكا وكنا كمان بنا نراجع مع الحاجات في الطب الأعصاب فكرة التحكم عن بعد في نظرية اسمها في شركة اسمها نيوربول بتعمل دلوقتي ازاي تردبسي نظارة فيها VR وتقدر تلعاب جيمز من غير ما تحركي إيديك عن طريق بتحول الموجات بتاعة المخ إلى أوامر الموجات العصبية بتتحول لموجات إلكترونية بالضبط كده التفكير ده ليه يحطينه في الفيلم ده كان حتى كنا نعدي مع إياد كنا نقعد نعدي السكريبت كتير قبل التصوير وبصراحة يعني مش عاوز أقول إن إياد نعدي مثلا 40% من السكريبت فعلا مش في دوره في الفيلم لأنه كان يهم وفعلا مشروع كله يطلع أقل حاجة وإنا دايما منجب قصص علمية نحط عليها الحاجة اللي إحنا عاوزين نبصل لها عشان برضو المصدقية يعني عشان نتسلم في نقطة النظام إياد نصار بيفهم كويس جدا في المنطق وفي الدراما إنما في الهندسة لا هو عدل مع المنطق والدراما الهندسة جدا مهندسية أنا الأرقام بتشوشني أيو أنت دارس في نون أصلا صح؟ أنا في نون آه دراستك في نون ده راجل لكن كنا عابلين حتى إيه أنا إنت موسى مثلا لو حطيه في كارتونة أنا ممكن أقول لك وزنه هيبقى قد إيه طوله قد إيه يعني يعني أنه أكنه موجود حقيقي فعلا ولو تصنع زي ده يعني يعني ممكن إحنا عندنا المهندسين الميكاترونيكس وصلين لمنطقة عالمية مش طبعية الطلبة حتى بتاع كولات بيأخذوا جباز رهيبة جدا إن لو كان فيه شوية لو فيه معنا شوية زق حتى في النوق ده من المشاريع إحنا ممكن نعمل زي موسى يعني ممكن نعمل روبوت حقيقي يعمل حاجات آه مش مش بأفور فعلا بس إحنا عندنا إمكانيات بشرية آه نقدر نعمل دوت والفيلم فيه الجزئية دي فيه فيلم فيلم فيه فكرة الطاقة اللي هي آه أنا قدر أعمل حاجة زي كده يعني ده كان مهم جدا برضو دي من الحاجات بقى الدراما اللي تكلم معنا فيها يعني آه آه الجزء الدراما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة